الكلام لسه مستمر مع كابتن أبو المجد على التجربة لأن الحقيقة التجربة كانت ملهمة جدا واعتقد وكان ده سؤالي لي لو كنا راهن عليها أو كنا كررناها أو كنا خدنا التجربة دي وطريقة الشغل ده اللي عملنا بيه منتخب وص إنه ياخد ثالث عالم كان ممكن ينقلنا نقلة تانية ليه ما استمرتش أو ما تكررتش التجربة دي كتاني كابتن أبو المجد ولا هي كانت اجتهاد فردي يعني انت كنت شاب تقول لي اتحاد الكرة كان متبنيك وبشكل كبير جدا وده كان واضح أنه يعني استراتيجيا نبص على الشباب الصغير نبني منتخب أعمار صغيرة يقدر يروح في بطولة زي بطولة تكسر عالم وينافس ليه ما تكررش ده مرة تانية بص يمكن إحنا الموضوع بدأ يعني يقل شوية بشوية يمكن بعدينا كان جيل كابتن حسن شحاتة حسن عبد الربه وعمار الزاكي وعمار الزاكي وعمار المتعب وأحمد فاتحي كان الجيل دوت كان هو اللي بعدينا على طول ويمكن برضو حق بتوت أفريقيا ووصل كاس عالم لكن يعني ممكن ما يكونش خد المنتخبين دول هم اللي جابوا 2006 و2008 و2010 بالضبط يمكن بعد كده المنتخبات أو تكوين المنتخبات بعد كده يمكن ما حققش الهدف اللي كانت المنتخبات اللي قابليه كانت شغال عليه وانا برضو شايف اني برضو بتحط تحت مسمى ان انت ما عندكش سيستم انت طبيعي زي ما انت ما قلت لو انت عايز تكمل التجربة جات لك ومنتخب نجح أو منتخبين طب ما تكمل بقية الأجيال وكمل بقية الناس اللي بعد كده وابدأ شوف ايه الحاجات اللي خلت المجموعة الأولانية تنجح وتمشي بالشكل دوت تبدأ تكملها وتكبرها وتشوف ايه الحاجات اللي ممكن تطورها زيادة عشان تقدر تحقق نتيجة لكن زي ما بقول حالك ممكن يكون دوت انا شايف وجهة نظر اني ما كانش فيه سيستم واضح او تكملة للمشوار لبقية الأجيال تجربة وانتهت يعني بالضبط على العكس من الهانبول يعني الهانبول بتشوف انه التجارب الحقيقة البناء الاتحاد للهانبول من زمان نجحت نتاعمل نقلة واشتغلنا وطورنا وكملنا عادة اعرفش ليه في افتحاد الكرة ما استثمروش ده وما استثمروش النجاحات اللي حعلناها كمان في 2006 و2008 و2010 طب سؤالي لك الجيل بتاعكم جال يعني بعد بقى ثلاث برونزية عالة ملعبته مع كل الكبار جالكوا عقود احتراف برا بص اللي انا عرفته بعد كده يعني انا تقالي اليماني اخترف في اليوفي اليماني لأ هو اليماني كان في الفضل كان محترف برضو بلجيكا كان محترف في بلجيكا لكن بعد البطولة بتهالي راح لعب في اليوفي لغاية يعني ما حصلته الحادثة لا هو كان عرض وكان مفروض انه هو رايح هيمدي فهو لما نزل هنا في مصر حصله طبعا الحادثة طبعا طبعا كان عطلته طبعا ابو مسلم اعتقد احتراف فترة في فرنسا فرنسا محدش اهتم بفكرة انه طب ليه ما استثمرش نجاحكم ده في انه يبتدي نسوقكم هل كنتم ماضين مع وكلاء لعبي مثلا في الوقت ده بقول الله حالك لانه عرفته بعد ما خلصنا يمكن كان في مجموعة كبيرة من اللعيبة يمكن احنا كان عددنا كبير جدا من الناس اللي هي جات لها عروض يعني انا عرفت بعد كده ان انا جالي عروض ابو مسلم جال عروض ردة الشحادة جال عروض حسين امين جال عروض يعني عدد كبير جدا من اللعيبة اليماني كاعدة ساعتها برضو يمكن كاس العالم كانت برضو من الحاجات اللي خليته الناس تحط عنا عليه فكان جات له حاجة كويسة ساعتها لكن كل الحاجات داية احنا معرفناش بها اي حاجة اي انت شخصيا اتبعت النادي وانت ما كانش عندك معلومة يعني انا انتقلت من نادي النادي من غير معرف ومن غير اي حاجة واتبعت وخلاص المفروض انا فجئت ان انا رايح العب مع النادي طب يعني طب ازاي حد يقول يا جماعة طب حد يخب رأيي بالظبط لا بالظبط فبرضو من الحاجات اللي هي يعني انا شايف انها في الفترة داية فرقت معانا كتير جدا كانت ممكن يعني تنقل الجيل داو يقول له حالك انا عرفتها بعد سنة سنتين كده يعني ما عرفته اش في ساعتها يعني واضي جات النادي بتاعتكم ولا جات لو كانت كل الكلام مع كابتن شاوي يعني كل الى انا عرفته ان كل الكلام او كل العروض او الحاجة اللي جات اللي اللعيبة كان عن طريق كابتن شاوي والجهاز اللي كان موجود وليه ما ترجمتش الانتقال فعلي مش عارف وما سألتوش يعني ما بتقليل أنتو صغارين كده واخدين بنوزية العالم يعني أكيد عندكم طموح وكان في تجارب احتراف بقى يعني كان في مصر عندنا لعبة في الدوري الألماني وفي الدوري الإيطالي صح وفي البرتوغالي بالضبط أنت قصني يعني كان حتى في الفترة دية انت خلاص وصلت المرحلة أن أنت بالنسبة لك هتقدر تلعب في أي مدرسة ما عندكش مشكلة هل أنت بقى في ألمانيا نحن مش لك حين في موضوع الاحتراف ده زي ما بقولك برضو هي العقلية أو الثقافة بتاعة اللعيبة برضو مختلفة شوية يمكن الحمد لله ربنا كرام حمد صلاح عشان هو حدد هدفه واحد من كان برضو أكيد يمكن حتى كان في نمازج كتيرة جدا حتى حتى الأسماء اللي احترفت في الكرة في مصر في تجارب نكحة ما عندنا قدرش ينكر يعني شتاجي منكحة جدا جدا زي كتناني رمزي أول واحد كتناني رمزي زيدان في ألمانيا وغيرهم وغيرهم لكن أصد أقول تأثيرها أو مردودها على الكرة والمنتخبات في مصر والبطولات ما كانش شيء عظيم حتى 2006 و2008 و2010 كان أغلبهم يلعبوا هنا في مصر يعني إحنا جبنا البطولات دي بلعيبة أغلبها بتلعبها في مصر حتى لغاية دلوقتي أنت مثلا مباراة غنيا مباراة غنيا مباراة مؤثر منتخب غنيا محترفين بره محترفين بره فأنت حتى هتلاقي الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها اللي هو أسسات الكورة والوقفة والتمركز والتحرك هتلاقي الموضوع بقى مختلف عن الأول يعني أنت كنت بالنسبة لك أنت حتى كنت متفوق للفترة الأول اعتقدنا إيه من وجهة نظرك في موضوع مباراة يعني إيه اللي حسيت أنه نقص المنتخب المصري عاستقول لك أن تنقهاب راهن على طريقة راهن على أسماء راهن على تشكيل يعني حسيت المنتخب نقصه إيه مباراة أنا يعني حسيت أن المنتخب نقصه حاجة مهمة جدا هي الروح يعني أنا شايف المنتخب مباراة بيلعب بلا روح اللعبة نفسها وهي موجودة داخل الملعب ما فيش قتال على كل كورة ما فيش الروح بتاعة منتخب مصر اللي إحنا كنا بتميز بها يعني الطبيعي أنت في التصفيات الأولانية طبيعي المتشاط الأولانية ده كنت بتعمل فيها سكور كنت بتلعب وبتبقى هدفك أن أنت عايز تعمل سكور يعني عشان ما فيش جمهور والجمهور برضو بيبقى لي تأثيره يعني برضو عشان ما نظلمش النس بس يعني مش عارف أنا بحاول أدور معاك على أجوبة يعني بصي يعني ما احترام لكل رؤراء أنا شايف أن الموضوع ببقى دافع داخلي للعيب أنا عايز أثبت نفسي وعايز أن أنا أبقى موجود وأبقى لي أستمراري مع منتخب مصر وأنني لازم أحقق حاجة عشان منتخب مصر الدافع ده أنا شايف أنه هو آه أنا ممكن أبقى أنا أتمنى أن أأخذ كاس العالة بس أنا داخليا ما اشتغلتش عليه ما عنديش الروح والعزيمة اللي أنا أوصل للمرحلة ديت لكن زي ما بقول لك هي المشكلة كلها في أن الدوافع نفسها للعيبة دلوقتي حاسس أن فيه مش عارف أه مش عارف يعني حاسس أن فيه حاجة مش طبيعية للعيبة يعني مش دي حالة اللعيبة اللي واحد يعني أنت لسه خسرا تأصفات كاس عالم ولسه وما خدتش أمه أفريقيا فأنت عندك مشكلة فالطبيعي أن أنت الفترة ديت لازم حتى تعمل أرضية بقى للناس لا إن شاء الله الفترة الجاية الموضوع بقى مختلف الفترة اللي جاية المنتخب بقى مختلف فطبيعي أن أنا كلعيب لازم يعني قد المعاشر دا للناس شايف اللي جاي إزاي عندنا مطشين مهمين جدا مطش مع إثيوبيا برى الأرض وعندنا مطش مع منتخب بالنسبة لنا طبعا يعتبر منتخب تقيل مش من المنتخبات الكبيرة على مستوى العالم لكنه منتخب ليه احترامه وليه اسمه وفيه عدد كبير جدا وكرة في أسي عموما التوارد وخصوصا في كوريا وفي اليابان خليني أسمع رأيك في اللي جاي مع كابتن إيهاب وإننا صحيح لتحب توجهها للعابين قبل ما توجهها للجهاز الفني هتسمح لي بس نروح لفاصل أخير ونرجع نكمل كلامنا مع ضفنا النهاردة كابتن أبو المجد مصطفى اشتركوا في القناة